تحكيوا على القضية الفلسطينية آخر تطورات في قطاع غزة لكن آخر تطور في فلسطين المحتلة الكل وفي الجهة الكل علي صالح بن حديد مرحبا مرحبا بيك وتحيتي لجميع للمستمعين وتراحهم معدها شهداء غزة مرحبا بيك علي صالح بن حديد هو محامي خبير في القانون الدولي ديبلوماسي السابق خدم مع الجامعة العربية خرج من الجامعة العربية لخطر كان معارض لبعض زادة كذلك الخيارات نبدأ من هنا قراءتك الأولى لقرار 8987 الصدر عن اجتباع الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بخصوص فلسطين واللي خلف عديد ردود الفعل كيفش قريته انت سيادتك قريته يعني محتار في اختيار الكلمات بسقول فضيحة فضيحة كريمة أكثر من فضيحة نلقى فضيحة لأنه تقاقر الموقف العربي كان وقت كنا في الستينات والسبعينات مجرد حاجة تبدأ على المقاطعة ككوكراكولة وغيرها ما يحترمش قانون المقاطعة تقع مظاهرات عارمة وعارمة ثم كانت على أقل لحمة عربية وكانت القرارات لها صداء صداء وتناغم شوية مع شرع العرب الآن بالقرارات هذه نرى أنهم استجدوا في العطف الأمريكي فالقرارات يعني القرار الأخير متاع الجامعة عربية كانوا استجدوا لرضاء أمريكا ما نحبش نوصلة حتى نقول ربما كان باستشارة من السفير الأمريكي في القاهرة الكلام يضع جامعة عربية يعني ما يتصورش يحطوا جلاد وضحية بريسك في نفس الوقت يدعيوا للكلام الذي يقولوا الغرب ويعاودوا فيها ضبط النفس ما هو ضبط نفس على فكرة مع الملاحظة أنه ضبط النفس وقتها شيقة وقت تبدأ إسرائيل معتدية وتكون الفلسطينيين ضحية ينديوا بضبط النفس يعني ما ندوس بالموقف الإسرائيلي وقت الإسرائيليين يعملوا عملية وقتها الإسرائيليين إرهابيين إلى آخره فالجامعة عربية في اجتماح الأخير وذلك يخلى مثلا بلدان تتحفظ فيها الجزائر إلى آخره لأنها لم ترقى للحد الأدنى لأدنى لأدنى امتعى الانتظار ما ينتظره الشارع العربي وخاصة الفلسطينيين أنفسهم هنا الحقيقة سؤال ما هي تنقول إجرائي كيف تطبخ هذه القرارات في الكوانيس كيف تطبخ القرارات هذه الرئاسة تجيب قرار تقترحوا على الدول وهما يعطيوا فيه رأيهم كيف تصير العملية هذه إجرائيا هي على ثلاث مراحل المرحلة الأولى هما موجودين المندوبيين ما يسمى مندوبيين الدول لدجة معربي وموجود الأمين العام لجامعة العربية لأنه دبلوماسيا وبروتوكوديا هو عنده رتبة سفير يقع على مستوى وزراء الخارجي يكلفوا المندوبيين امتحهم لعقد اجتماع يقع على اجتماع يعادي يطارع لما يكون اجتماع يقع النقاش أولا على أجل التاريخ في أي تاريخ ثم كل دولة تعطي أو تقدم المقترحة امتحها أو النظرة امتحها باعتبار فما جد الأعمال تقريبا يكاد هو جد الأعمال ما هو جد الأعمال نقطة أو اثنين أو اثلاثة فكل مندوبية تقدم تصور امتحها ثم لما يقع الاجتماع على مستوى أما المندوبيين الديمين وأما وزراء الخارجية وأما قمة ما يسمى قمة الجامعة العربية لمستوى الرؤساء أو الملوك الرؤساء فيقع النقاش المفتوح وبعد أحيانا يقع التصويت على موقع يقع اختلاف بين دولة ودولة أثناء الاجتماع يقع التصويت لكن خليني نقود هذا في المظهر في الحقيقة لكن الجامعة هي تحت سيطرة ثلاثة أو أربعة دول طبعا الدولة الأولى عندها دور كبير دولة المقر هي مصر ثم في الجامعة العربية كالأمم المتحدة كالمنظمات المتخصصة فما ميزانية عندها ميزانية جامعة العربية تمول من طرف الدول الأعضاء حسب كل دولة هي الميزانية متاحة أكبر ميزانية الآن تحتها هي المملكة العربية السعودية جامعة العربية وهذا يعطيها أفضلية داخل جامعة ليس فقط يعطيها أفضلية يعطيها تأثير كبير وميزان كبير ناهيك على هذا مش نعنطيك أنه ترد سوريا من الجامعة العربية ليس يكون بالإجماع جامعة العربية فيه دول معينة بالتحديد دول خليجية فهي قررت وخلت جامعة العربية بشتخصة أول مرة قرار بترد دولة مؤسسة جامعة العربية نعرف سوريا كانت من دول المؤسسين جامعة العربية فقيس على هذا المنوال أنه لا يصدر قرار دون موافقة ورضاء الموقع أو الموقف الخليجي وعلى رأسهم بالذات تاتة بلدان اللي هي العربية السعودية قطر والإمارات إذن قاعدت قولي فمتوزنات في الكواليس قاعدت قولي أنه لكن في الآخر في الآخر يهمني معناها علي صالح بن حديد لنعرف شكون يجيب في يده النص هذي شكون يجيبه من ينتج هذا النص نص يقع تحرير البيان شكون ينجو شكون يعمل البيان شكون يعمل القرار هذا البيان هي الأمانة العامة تحوصل ماذا نوقش وطبعا الأمانة العام له دور كبير نونك لهنا النص هو نص الجامعة العربية ومن بعد يطرح على على الأعضاء ومن بعد نجموا يتحفظوا عليه بالضبط صارت تحفظات صارت تونس وقت اللي تقول أنها ترفض جملة وتفصيلا ببلاغ من عند رئاسة الجمهورية ماذا يعني ذلك معناها ماذا يعني ذلك دبلوماسيا هل سبق أنه دول اعترضت على قرارات جملة وتفصيلا هل هي سابقة شو رأيك في ذلك لا أنا حسب تجربة المتواضعة لم أشهد يوم أنه لكن لكن الاعتراض السؤال مش جملة تفصيلا هو توقيت الاعتراض الاعتراض هذا لم يقع من قبل وزير الخارجية وزير الخارجية تكلم تكلم في البداية أعطى خطاب بما ينتظره الشعب التونسي أو على الأقل التوجيهات لا يصير لا يصير شيء عقلك تنسكره التاليفون برشا من يدخلوا بحضانا ينسوا بشي سكرهم وبرشا من يتعادوا معنا سيرونتان يتذكروا بشي يكلموهم وقتا بربما ما يحبوا من عرش يمكن يوصلوا فكرة مرحبا مرحبا بك مرحبا بك يا علي صلاح من الحديد شكرا لك تفضل قلت لي التوقيت قل لي يتكلم وزير الخارجية أعطى شيء ينطبق على توجيهات أو موقع ومهجة تونسي ومهجة التونسية والشعب التونسي لكن التحفظ وقتهش يأتي التحفظ بعدما يوصاغ البيان الختامي لم تتحفظ تونس الذي تحفظت هي الموقع أكبر موقع يعني كان واضح هو النائب النفس متاع الجمهورية الجزائرية بعد وقع التحفظ من الطرف سوريا طبعا من العراق كذلك ولست متأكد عندي لبنان ثم ليبيا الرفض جملة وتفسيرا بعد ما صدق معنا اصدر بلاغ رئيس لا بعد ما اصدر بلاغ الجامعة عربية موقف الجامعة عربية بعد رئيس الجمهورية هي لصدرت بلاغ قطعت معناها اكتر مشات اكتر من نائب النفس واكتر من يعني خذات الاولوية في رفض موقف وبلاغ جامعة عربية ايه هذا نحكي بروتوكوليا نحكي دبلوماسيا اليوم هذا الرفض اللي تم تضمينه دير في القرار ثمانيلاف وتسعمائة وسبعة وثمانين من عن تونس جملة وتفصيلا شو رأيك فيه هو موقف شو توصيفه هذا الموقف موقف شجاع موقف غير مسبوق موقف كيفش توصفه انتي سياد تفضل لا هذا هذا مش ندخل فيه في يعني منهج اخر او نهج اخر شجاع او غير شجاع هذا مش الموضوع الموضوع هل الموقف التونسي واضح اذا ما يحصل وبما لانه او مرور الجامعة عربية في تونس الفترة التي كانت فيها الاخره اذا بالطريقة هذه رئيس الجمهورية اراد ان يكون واضح اكثر من الوضوح ان نرافض موقف الجامعة العربية جملة وتفصيل يعني كي مقول الفرانسي يريد ان تتعلم المترجم هذا هو وتقال في البلاغ رئاسة الجمهورية ومش تقال كهو هو تقال وتعطى عليه تفسير خاص جدا وتفسير مهم تتحفظ تونس جملة وتفصيل على القرار الصادر عن اجتماع مجل جامعة الدول العربية على المساول الزيري في دورته الغير عادية بتاريخ 11 اكتوبر 23 علاش لان فلسطين ليست ملفا او قضية فيها مدع ومدع علي مهم ياسر بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يسقط بالتقادم او يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع ابسط مقاومات الحياة من ما ودواء ومن غذاء وكهرباء ومن السادف للشيوخ والنساء والاطفال الابرياء وللبيوت والمشافي وتوقم النجدة والاسعاف ان الحق بمقاييس شراء على الارض والسماء بين وعلي وعلى الانسانية كلها ان تنتصر للحق وتستحذر المذابح التي تعرض لها شعبنا العربي في فلسطين اعطى العمق التاريخي لقراءة الاحداث على خطر برشا يعتبروا انه يلزم جست نتفعله مع الحين فقط وانا القضية هي اوسع من ذلك الهنا هذا يحين زاد شوية على المستقبل يكن مش نقرأ شوية الاحداث في المستقبل احنا كنا خرجين من ديناميكية تطبيع تتسع الرقعة متاح في البلدان العربية ولذلك هنا سالح السؤال هو هل سيؤثر هذا على ديناميكية التطبيع ساعة قبل كل شي وفي نفس الوقت اي دور للجمع العربية في هذا الكل في الاشهر القادمة والاسابيع القادمة هي اللي تقول انها بشتقعد في حالة انعقاد شو نرأيك والله جمع عربية يعني أريد ان ازن كلماتي نسيل شو عقلك مهزلة مهزلة كريمة صيحة جمع عربية مهزلة هذه أنا مقبل نقول ستين بوات بوات يعني ليس لها ناقة ولا جمل وهي لا تعكس ارادة او تطلع الشعوب العربية هي مرآت لمواقف الحكومات العربية اي مش هذا لازم نقف عليه شوية اليوم نلقاو حلول معنا يلزم حل كمام هذه نحكيه على البلدان العربية بوقحة بها تنقول كل الثقة الامتاحة لازم يهبط على القضايا العربية الأهان إذا كان مفقود هذا يعني أنه فما رأي عربي موحد مفقود وهذا خطير هذا يلا حابيت نقول لك النجامة عربية هي مهزلة وليس لها أي سلطة هي تعكس إرادة الحكام العرب ونحن ونحن نعرف ونحن نعرف الآن ومن زمان أنه في القضية الفلسطينية بالذات الحكام العرب في واد والصعوب في واد نرى أنه تعاطف الآن تقريبا 90% من الشارع العربي بما فيهم الدول اللي حكامها مطبعين فهم مع القضية الفلسطينية وحاسين بما يقع في الحكومات العربية نهيك عن تنفيق المثال يعني دولة الإمارات تندد باختطاف الرهائن الإسرائيليين البحرين كذلك يعني وهنا يعني المعيار معيارين والمكيل المكيلين يعني واحد دمه من ذهب واحد دمه مش عارف مستباح مستباح يعني الفلسطينيين يتقتلون ويختتلون ويشردون منذ هذا لا تندد به الإمارات والإمارات صارت يعني ملكية أكثر الملوك في عملية التطبيع إذن فيه انقسام عربي على مستوى حتى الحكام الفاعلين القرار القضية الفلسطينية الآن اخذت مأخذ آخر يعني أنا قلت يوم 7 أكتوبر سيكون كأن شهادة ميلاد جديدة للقضية الفلسطينية لأنه منذ من 48 تكوين دولة إسرائيل لم تحارب من داخلها ثم أنه أسطورة وصورة الجندي الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر ولا يغاب تحت تبخرت في الماء في سواعيات والفشل لماذا قلت أنا يعني 7 أكتوبر هو بجميع المقييس رمزي وسيترك بصمة عريضة في تاريخ القضية الفلسطينية وفي تاريخ الشعوب أولا كان فشل استخباراتي وهذا هام جدا لأن الحكومة الإسرائيلية لم تكن أعظم من يوم كيبور حتى في يوم كيبور حرب 6 أكتوبر كانوا كذلك على علم رغم أن في قائد عربي خبرهم الرابعة صباحا خبر جولدامير أنا ذاك الآن لرمداء والمخابرة الشنباد والمخابرة الموساد لم يتنبؤون لهذا الإجتماع هذه من الحاجة الحاجة الثانية أول مرة يقع التكتم والنجاح بسرية تامة وفي لحظات استطاعوا أن يستولوا على حتى الجنرال إسرائيلي وهذا يكسر صورة أنه الجندي الإسرائيلي كما قلت سنكمل لك ثم كذلك أكثر من هذا الكل أنه عندهم برنامج هذه ليس قضية ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات لأنه نعرج إسرائيل عادة في حروبها كانت تعول على الضربة الخاطفة على الضربة المفاجأة المفاجأة والضربة الخاطفة ليس طويل النفس المرة هذه قلبت الآية صارت المفاجأة من قبل الفلسطينيين ويدخلون في العمق لإسرائيلي اليوم هذي الكليراج اللي حاشتنا به علي صالح بن هديد والقراءة هي دور البلدين العربية ولا دور الدبلوماسية العربية هل ستكون الدبلوماسية العربية قادرة أنه غدوة مثلاً تصنع وإلا تبني ولا تطبخ موقف سياسي موحد حول اللي بشي يصير شو ما رأيك على خاطر يبدو أن المنبش تتطور ويبدو أنه مصر مدعوة إلى موقف الأردن مدعوة إلى موقف ضغط شعبي قوي الإبادة قاعدة تقوى في غزة ولذا الآن هالقوى هذية وهالبلدان هذية مدعوة أنها بقوة الحدث ستستدعى إلى الأحداث شنو التحديات لأمامها على حد تقديرك دبلوماسية الدبلوماسية العربية مشتتة والدبلوماسية العربية ليس تغرد على نمط واحد عنا الدبلوماسية الخليجية وعنا سوريا بطبيعة الحال ما يسمى بدول المقاومة وعنا حتى المغرب الكبير والآن عنا تونس زادة المغرب الكبير المغرب عملت خياراتها يمكن ينجم يكون فما تنغم بين المغرب في تونسي والجزائر يتعلم رقعة 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 المقاومة رقعة الخليج ورقعة المغرب الكبير في رقعة الكبير نعرف وإحنا المغرب هي لترأسة الجلسة هذه وموقفها واقعة من التطبيع لما نقول المغرب نقول الحكام ليس نقول الشعب المغرب وإحنا بشفة عامة لازمنا نفرق بين الشعوب وبين الأنظمة حتى في إسرائيل لازمنا نفرق بين اليهود والإسرائيليين نحن مشكلنا مش مع اليهود كيهود بين خوسين وإنما مع الصهاين ومع سياسة إسرائيل إذن الدبلوماسية الآن تمشي على موازن القوة ما هي موازن القوة؟ أمريكا ومصالح لأنه في النهاية مصالح أمريكا ونعتقد الآن أكثر من أي وقت مضى قضية الدولتين ستأخذ بعد أكثر أكثر تركيز بعد الفطرة شهر شهرين ثلاثة ماذا سيدوم الحرب؟ لأنه الآن نحكي وأحنا على تطبيع القادم مع السعودية إمارات تبعت قطر تبعت تحت الطاولة لكن الصحينا ماذا فعلوا هما قاعدين يعني مخلصين للمنهج المتاح من وقت بن جوريون بن جوريون يقول إحنا قوتنا ما هيش في الحرب أو في النووية أو في قوتنا السلاح قوتنا في تقسيم العرب وتقسيم هالدويلات دويلات وكان المخطط تمتاحهم العراق سوريا مصر وهذا قد وقع ثم بعد نفس النمط عملوا كيسينجر في البلقان تقسيم الدويلات وللآن المخطط هذا موجود سعاو أول ما سعاو خرجوا أكبر قوة عربية اللي كانت هي متزعم على القضية الفلسطينية جاءوا بكم ديفيد خرجوا مصر من الصف العربي بعد ما خرجوا مصر بعد سنوات قاعدوا يسعاو للقوة الفاعلة الأكثر لها في المنطقة هي العربية السعودية وخاصة العربية السعودية عندها وزن نقدي ومالي وطبعا بيترولي لأن البترول هو المحرك متع الاقتصاد وخاصة المصالح الأمريكية والمعامل الأمريكية الآن نسعاو للخطة الثانية منذ زمان أن العربية السعودية العربية السعودية جاء فيها محمد بن سلمان محمد بن سلمان كأنه يريد أن يعطي وجه جديد للعربية السعودية داخل المملكة وخارج المملكة نكون معاها وكون ضده هذا أمر ثاني لكن هو جاءة الضربة الكبيرة التي اهتزت منها إسرائيل وحتى أمريكيا هو رجوع العلاقات بين إيران وبين العربية السعودية ونحن نقول هنا لا شيء يحدث في المنطقة دون أخذ بعين الاعتبار إيران إيران صارت دولة فاعلة دولة لها وزنها كسوة مع أمريكا وأمريكا ربما في يوم الأيام تسعى لأن توجهات أمريكا الآن مشى نحو آسيا نحو المحيط الهندي فبعض التأشيرات تدل على أنه فيه تواصل الآن سري بين إيران الدولة الفاعلة الحقيقية وحتى الولايات المتحدة وربما حتى نربط بالموضوع الباريجات الأمريكية التي جاءت ستليها باريجات إنجليزية هي أولا استعراض قوات عضلات وثانيا رسالة ربما لإيران رسالة لإيران واعتقادي أنه جيمة في جميع الحروب على المستوى هذا التواصل الاتصال متواصل بين إيران وبين الولايات المتحدة إذن نتكلم على الديبلوماسية العربية السعودية قد يكون هذه فعلة غزة تعتها نفس أكثر في التطبيع لياقع تحقيق شكرا لياقع تحقيق بناء الدولة الفلسطينية لكن بعد الدولة الفلسطينية يقع نقاش هل منزوعة السلاح هل مش منزوعة السلاح هذا أمر تاني هذا يمكن نشوف الأيام القادمة والأسابيع القادمة مش مش تجي بنا من توازنات بديت أنت بفكرة استجداء رضاء أمريكا الحقيقة لماذا للبلدين العربية أن تستجدي خاصة منها بلدين خليج أن تستجدي رضاء أمريكي رضاء أمريكي على شنو هذه الناس عندها البترول وعندها الفلوس تستجدي في أمريكي على شنو لأن أمريكي هي لوضعتهم وهي لكانت حاميتهم ونفكر كالبنوغ في ترامب وكامشال العربية السعودية تقريبا هددهم لنرفع لكم الحصانة والحماية تعتني 400 مليار فلماذا قدت تكاد تكون يعني ثورة بين القوسين موقف محمد بن سلمان وخاصة الحنكة السياسية الصينية اللي هي المنافس الوحيد والأصلي والأصلي لولايات المتحدة وستكون بعض سنوات سنتين أو ثلاثة تكون أول مؤسسة أو دولة اقتصادية وقوة اقتصادية في العالم لما سحبت البيصات من تحتها وقع لأنه هي إيران ماذا كانوا عاملينها سياسة مريكيا وكنا البعبة خوفوا دول الخليج خوفوهم الصدم حسين خوفوهم مقبل المشياء خوفوهم فالبعبة هي كلكم ولا نسيبكم للبعبة إذن لما الصين سحبت هذا البعبة وصار التواصل بينها وكان كثير شككوا حتى في التواصل بين العربية السعودية وإيران وشككوا أنه ستقع علاقات إبنوماسية وقعت علاقات إبنوماسية وإسرائيل حست بالخطر لأن الورقة الوحيدة تلعفها لتخويل هي الفرقة هي الفرقة صحيح هذا الفرقة ثم البعبة اللي يكون إيران الخطر يعني إلى درجة أنه في وقت نوقع الدول الخليج والعلام الأمريكي وإسرائيل جعلوا أن عدو المنطقة هي إيران وليس إسرائيل إسرائيل اللي احتلت إسرائيل اللي اقتصبت إسرائيل والله دول الخليج يراوها هي مقربة قبل حتى تطبيع يراوها هي أقرب وليست بالعدو بل العدو هو إيران الآن فمشكون سعلي في الأعلام الغربي يتسائل وبقوة حول ضرب إيران من عدمه من عند السلطات الإسرائيلية ويقول أنه هذا هو العجوء السنسيلي هذا هو السؤال الأساسي سؤال الأساسي لماذا فقط الجبهة الداخلية في علاقة باجتياح بري لغزة وإنما إسرائيل الآن ستفكر جديا في خطر قد يأتي من إيران ما زلت الأسابيع والأشهر قادرة أن هتجيب عديد وعديد تنقول الأحداث في شرق الأوسترائيك في 30 ثانية وصلنا للنهاية تفضل أنا لا أدافع على إيران لكن استبعد قطعا ضرب الولايات المتحدة لإيران يعني وإسرائيل لا تستطيع أن تحرك ساكنا دون الضوء الأخضر أو مشاركة الولايات المتحدة هنا نجبنا في 30 ثانية شكرا علي صلاح بن حديد شكرا لك بركة لو فيك على قبول الدعوة